استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني شي جينجينغ في الديوان الملكي السعودية وقد بدأ الرئيس الصيني محادثات مع قدرة السعودية في ثاني أيام زيارته للرياض قبل التوقيع على اتفاقيات بمليارات الدولارات بين القوتين الاقتصاديتين الطامحتين لتعزيز تقاربهما رغم تحذيرات واشنطن من تصاعد نفوذ بكينة تنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني ثلاث قمم هي السعودية الصينية والخليجية الصينية والعربية الصينية بحضور أكثر من ثلاثين قائد دولة ومنظمة دولية ما يعكس أهمية عقاد هذه القمم وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي وكان الرئيس الصيني أكد أن زيارته للسعودية جاءت لمشاركة الأصدقاء العرب في القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وأضاف أنها ستكون زيارة لتوارث الماضي وفتح الآفاق في المستقبل وستفتح عصرا جديدا للعلاقات بين الصين وبين العالم العربي ودول الخليج العربية والمملكة العربية السعودية